في المحكمة ظلما وجولا وبهتانا لم تقبل هذا الالتماس وكما ترى الآن قامت بهدم المنزل فيه ست أفراد يسكنون بنات وأطفال لا تجاوز عمرهم عشر سنوات يعني شيء مشين جدا ووصمة عار لإسرائيل تسجل في هذا اليوم وفي هذا التاريخ لما حدث اليوم إسرائيل تمارس الإرهاب وتمارس بشدة أيضا على أطفال صغار ليس لهم أي علاقة بأي شيء هم الآن مشردون دون سقف يأويهم في هذا البرد القادم لا نعلم المجهول القادم ماذا سيخبي لهم لا نعلم أين سيذهبون وكيف سيعيشون